انضم إلينا من واشنطن الدكتور عصام سكندر المحلل السياسي دكتور دونالد ترامب اتهم ايران بتنسيق هذا الهجوم الذي تعرضت له السفارة الامريكية في العراق لماذا بعد كل عمل او اعتداء تتعرض له القواعد العسكرية الامريكية او الجنود الامريكان في العراق تذهب اصابع الاتهام الى ايران ولما يكون القصف يكون على قواعد في اراضي عراقية هل كان غضب هذا بعض من الشارع الموالين للحجز الشعبي اه ليس هم بعراقيين ومن حقهم ان يغضبوا او يدافعوا او يعبروا عن استهجانهم مثلا لهذا الاعتداء يعني تحياتي لحدتك والسادة مشاهدي قناة الغد ولسؤالك الزكي ايضا لانه هذا ما يفعله ترامب دائما لانه اخطأ سلاسة اخطأ فيما حدث الاول هو عدم وجود استراتيجية زكية لتأمين الجنود الامريكيين داخل العراق الخطأ الثاني هو رد الفعل العنيف الذي جرى في الساعات الماضية وربما كان هذا نوع من استدراج للولايات المتحدة الامريكية في المكان الخطأ والزمان الخطأ والظرف السياسي الخطأ الخطأ الثالث الذي وقع فيه الرئيس ترامب هو تحميل ترامب كل تبعات ما يحدث بينما كان منذ تفجيرات الفغايرة ثم الرياض ثم ارامكو ثم اسقاط الطائرة المسايرة الامريكية كان عليها ان يتخذ اجراءا فوريا في الوقت الصحيح والمكان الصحيح ولم يتخذ هذا الاجراء فهو هروب الى الامام طيب لماذا هذا الهدوء في ردود فعله هل المشكلة التي يعاني منها داخليا في الكونغرس الامريكي هي السبب ام هناك استراتيجية اخرى في ذهنه طالما ايران تستدرجه للتصعيد التصور انه لا توجد استراتيجية في ذهنه لان البصلة الان على الارض في هذه الحجد الشعبي اساسا وليست الحكومة الحكومة مستقيلة يا حكومة تصريف افعال اتنين لا تستطيع هذه الحكومة ان تتحكم في مجريات الامور على الارض ولا تستطيع ايران دعيني اقول لك لاول مرة ان تلجم الحجد الشعبي من اندفاعاته لسبب بسيط هذه منطقة عشائرية يحكمها منطق السقر منطق الحروب غير المتكافة منطق حرب العصابات وبالتالي لا تستطيع ان تجابه الولايات المتحدة الامريكية مهما ادعت من ارسال مزيد من القوات تحرقات الحجد الشعبي والفصائل الموالية له تحدث ماركس بير وزير الدفاع الامريكي عن ارسال قوات امريكية لحماية السفارة كيف ترى هذه الخطوة هل من خطوات اخرى ستقوم بها واشنطن في الايام المقبلة لان الوضع يبدو لانه لن يهدأ بهذه السهولة شوف ترامب فتح صندوق بنادورة على المنطقة وليس فقط في العراق لان ما فعله هو اجراء ربما يكون كرد فعل لما حدث اجراء خاطئ ولذلك ارسال مزيد من القوات معناه انك انت بتحارب جيش نظامي هذه ليست جيوش نظامية اتنين انت ادخلت المنطقة في مرحلة جديدة كان عليك منذ البداية ان تجنبها كل هذا منذ تفجيرات الفغيرة في الامارات ولكن هذا هو ترامب لانه يفتقد كما قلنا من قبل مرارا الى الحنقة السياسية والدبلوماسية وجاء امير خلفية رجال الاعمال وتصور الان ان القوة التي ستحسم له نجاحه في فترة قادمة هذا الموضوع يخص اعادة انتخاب ترامب اذا لم يتعامل بحكمة اكثر من دهاء وخبس رجل البازار الايراني لان الان يعني مزقية ترامب هي التي على المحق دكتور عيسا همسكندر المحلل السياسي شكرا جزيلا لك انت معنا من واشنطن